كلامك مظبوط جداً ويمكن مش هنقدر هنا نقول بس دور الأم لإن إحنا بيجي لنا أبطال بيتكلموا برضو قد إيه الأبي بيبقى داعم وبيقف معاهم وبيوصلهم يعني بصراحة الأب والأم عاملين فعلاً زي حاجة بتقول المصريين ويمكن كمان وصل فيه كان معنا كذا حالة جد وجدة يعني والإخوات لا بجد تحية فعلاً للأسرة المصرية فعلاً وفيه ثقافة متغيرة برضو أستاذ أحمد يعني أستاذ محمد عفوا الفكر تغير زمان يمكن ما كانتش الأهالي بحطة في دمخها قوي الرياضة مع التعليم كان التعليم أهم دلوقتي الفكر تغير فأصبح عندنا نتاج دا أبطال كتير وفي رياضات مختلفة لما الفكر فعلاً زي ما حاجة بتقول يعني فدي لقطة فعلاً فعلاً تحسب يعني حضرك عندك حق طبعاً إحنا النهاردة لو بصين على الأبطال حنلاقي كل الأبطال مصير متعلمين تعليم جيد جداً يعني لو أنا أخذت على سبيل مثال نوران جوهر نوران جوهر لعبة رقم 2 المصنفة على العالم وبتدرس في الجامعة الأمريكية وتدرس هندسة يعني لو قلت مثلاً علي فرج علي فرج المصنف رقم واحد خريج هارفورد وهندسة لو أنا قلت ختمت الرعيل الأقدم قلت عمر البورولوسي عمر البورولوسي كان بطل من أبطال العالم وخريج جامعة أمريكية وكل الأبطال بتوعنا متعلمين تعليم جيد كمان النهاردة أصبح أمريكا مثلاً الجامعات الأمريكية بتدي مساحة كبيرة جداً لرياضة السكواش وبتدي سكولر شب لكل المتميزين في السكواش فحضرتك كل سنة حتلاقي أربعة خمسة مصريين من أولادنا بيسافروا ويدرسوا في الجامعات الأمريكية يعني مثلاً هارفورد مثلاً حالياً بيدرس فيها عبنش أقل من أربعة مصريين بيدرسوا وكلهم واخدين سكولر شب من السكواش ده النهاردة بقت الأسر المصرية عندها الوعي زي ما حضرتك بتقولي التعليم لازم يمشي بالتوازي مع الرياضة لأن الجسم السليم في الجسم السليم